الطبيعة البرية معكم في هذه الحلقة ستشاهدون أندر مئة لحظة تم التقاطها مع الحيوانات في الكاميرا تم التقاط هذه الصورة في السافانة الإفريقية حيث يمكننا رؤية خنزيرين بريين يتقاتلان ضد ثعبان ضخم أحد الخنازير البرية وقع بالفعل في قبضة الثعبان بينما يتسابق إخوته لإنقاذه أعتقد أنه مهما كانت قوة الثعبان فليس لديه فرصة للتغلب على الخنزيرين الغاضبين وأنت ماذا تعتقد؟ عندما تعيش قرب الحيوانات البرية الخطرة عليك أن تكون دائما مستعدا خاصة إذا تمتلك حيوانات منزلية تلتقط كاميرا المراقبة حظيرة الماشية حيث قام أسد بالدخول سابقا أثناء الليل سمع المزارع الأصوات وبدأت الحيوانات تخرج من الحظيرة شعرت أنها تحتاج المساعدة رأى المزارع الأسد وألقى عصة في اتجاهه والمثير للدهشة أنها نجحت وتمكن من إنقاذ حيواناته ويبدو أن الأسد بقي في الحظيرة أو هرب عبر الباب الخلفي هناك أيضا استضامات في وضح النهار وهنا دخل الأسد للقرية ولم يكن فيها أحد تقريبا يمر على طول الطريق ينبح كلبه مصور الفيديو بصوت عال ويحاول ترضه وفي مرحلة ما يندفع نحو المفترس في المقابل الأسد الذي بطبيعة الحال سوف يقوم بمقاتلة الكلب ويهزمه خاف وهرم أنت لا ترى هذا يوميا انظر دائما من خلال ثقب الباب قبل فتحه عندما يرن الجرس وإذا لم يكن هناك أحد فلا تقم بفتحه إطلاقا وإلا هذا ما قد يحدث نعم هذه روتيلاء حقيقية صعدت على جرس الباب وتباهت أمام الكاميرا المثبتة فيه بالتأكيد لن أغادر المنزل لأيام بعد ذلك نعم عدت الروتيلاء السامة ليست خطرة على الإنسان لكني متأكد أنه لا شيء ممتع فيها وهنا دخل آخر هذا قرر الجلوس على جرس الباب انظروا إنها ليست وحدها فاجأة من العدم ينقض عليها عكبوت آخر ويهاجمها أتساءل عما إذا كانت بقيت معلقة على الجرس هكذا تبدو الجولف النموذجية في كولومبيا البريطانية أحد مقاطعات كانتها يركز الرجل بشدة على ضرب الكرة لدرجة أنه لا يهتم حتى بالدب الذي دخل للملعب والدب بدوره يحترم قواعد اللعبة ولا يقم بتدخل بشكل عام رغم أن الأمر غير عادي لكن لا شيء مدهش بشكل خاص فالديبابا ليست متهورة كما يعتقد ولا تهاجم الجميع بشكل عشوائي وبدون السبب لكن كانت اللحظة موترة وخطيرة للغاية لكن الأخطر بكثير هو ما يحدث في هذه اللقطات في فلوريدا هذه البركة الموحلة تسكنها التماسيح التي تختبئ خلف سطح المستنقعات لكن الأطفال لا يقفهم هذا فهم يغوصون في الماء ويلعبون حرفيا على بعد قدمين من الحيوانات المفترسة هذا شيء لا يرى إلا في فلوريدا هناك اعتاد على التماسيح لدرجة أنهم لا يخافون منها نرى هنا منافسة ما بين راكبي الأمواج أو أدائهم المعتاد إنهم يستعدون لكن الراكب الرئيسي لا يريد الانتظار لا يستطيع هذا الكلب الانتظار فهو لن ينتظر حتى يلقي المنظمون خطاباتهم وقام بأخذ الأمور بين يديه عن كفوفه قام بسحب اللوح بسرعة للبحر وعندما قام الرجل بإعداده قافز فورا وبدأ في ركوب الأمواج في حين أن كل شيء سلمي وهادئ على ساحل أمريكا فإن المواجهة الكلاسيكية بين حيوانات إفريقيا لا تهدى مؤخرا قام السياح في رحلات سفاري بتصوير أسد يصطاد جاموسا وينسب الفضل للأسد فهو يبدو صغيرا لكن هذا لم يمنعه من أن يسقط الثور الذي هو أكبر بدأ المفترس بمخالبه وكان على وشك إنهاء أول عملية صيد كبيرة له بنجاح لكن متجاني سيلجا موسي ساعده بدأ يقوم أحدها في وغزه برأسه يبدو أنه تكتيك غبي لكن في الواقع كان مساعدة غير عادية ساعد العملاق قريبه على التدحرج الذي لم يواجه صعوبة في التخلص من الصياد الوقح لكنه واعد للغاية بالحديث عن الصيادين فإن أفريقيا مليئة بها هذه هي الأسود والتمسيح والطيور الشرحة والليبيرد وهنا بالمناسبة واحد منها والوضع متوتر بعكس القطة الإفريقية المرقة الأخرى أتشيتا هذه المخلوقات خطرة على البشر بهذه الحالة أيضا اقترب النمير من السيارة مع السائحين وأدخل أنفه حرفيا وأصبح مهتما بحذاء مسؤور الفيديو مضحك وهنا يمكنك التحقق من المخالب الحادة التي يمتلكها وكفه الكبير ولو أراد هذا القط البري ذلك لكان يستطيع تمزيق الحذاء والقدم بضرمة واحدة لكن لحسن الحظ هذا لم يحدث أبدا تمين أنه كان فضولي لكنه كان أيضا خائفا قليلا ابتعد عندما قام السائق بتشغيل المحرك نرى سنجابا أمامنا يأكل شيئا ما وسرعا ما يأتي طائر القرقف متأكد أن الكثير يعتقدون أنه غير ضار ولا يفعل أي أشياء شريرة لكن هذا الفيديو سيقنعك بالعكس سرق هذا الطائر بوقاح الأكل من تحت أنف السنجاب المسكين بحيث لم يملك الوقت للدفاع عن نفسه السرقة ليست أسوأ ما يفعله الطائر بل غالبا ما يفعلها بالإضافة لذلك فإنه لا يحتقر أكل اللحوم وكسر جماجم أقاربه من منقاره السميك ويفعل نفس الشيء مع القوارض والخفافيش نعم هذه الطيور التي نراها في شوارع مدينتنا وهنا لص آخر أو بالأحرى عصابة إجرامية كاملة تسللت مجموعة صغيرة من الخنازير إلى منزل شخص ما ووجدت طردا وسرقته بوقاحة تخيل خيبة أمل صاحبه عندما شاهد اللقطات هذه منطقة منتجع مع ميناء يبدو كل شيء هادئا لكن سرعان ما يبدأ الناس بالذعر هل ترى تلك البقع في الماء؟ هذا ما يسبب الذعر وسرعان ما يصبح حيوان بحري نحو الناس ويلوح بذيله بقوة ويخيفهم من المنطقي أن نفطرض أنها قرش لكنها التونة والمدهش أن هذه الأسماك قادرة على إثارة الذعر كالقروش أترون هذا؟ وعلى عكس الوحوش المسننة كانت هذه التونة على الأرجح ضائعة ومشوشة ومتعثرة تحاول السباحة للأعماق وبالتأكيد لا تريد الأذى مرة أخرى لدينا موقف على الساحل وهذه المرة هو قرش حقيقي إنه قرش رأس المطرقة وكان يصطاد لا ليس الرجل كما ترون كان على العكس من ذلك غير مبال به رغم أن الرجل كان خائفا بشكل واضح كان القرش يطالد بعض الأسماك واستخدمت الفريسة تكتيكا ذكيا قامت بالاختباء خلف الرجل واستخدمته كدرع لم يجرع القرش على اختراقه نرى كثيرا من المخلوقات على الشاطئ هناك قرش رأس المطرقة والتونة وحتى الأوركا تزور هذه الحيتان قاتل المناطق الساحلية كثيرا لكن بهذه اللقطات حدث شيء لا يحدث كثيرا سبح الحوت القاتل بالقرب من السياح على متن القارب القابل للنفخ وكأنه يقيمهم ويتفحصهم لكن ليس لأجل أكلهم رغم أن هذه الحيتان مفترسة وكبيرة إلا أنها لا تهاجم الناس ويمكنك أن تسبح معها وتبين لاحقا أن هذا الحوت كان مجغولا بصيد وتتبع السلاح في تحت الماء لذلك لم يكن مهتم بالسياح إطلاقا يعد التزلج حافي القدمين هواية رائعة فأنت تمسك بحبل متصل بالقارب وتنزلق على النهر أو المحيط وتشعر بمشاعر رائعة لكن الأهم هو عدم ترك حذرك في أي لحظة يمكن سمكة القرش أن تطير نحوك حتى في النهر كان هذا الرجل يتزلج في نهر بريسبان في أستراليا وحاول قرش الثور مهاجمته وهو يعيش حتى في المياه العذبة يمكنك أن ترى أن المفترس كان يستهدف بالضبط الرجل ولم يقفز فقط في لحظة مؤسفة مفاجئة ولحسن حظه لم يمسك بعد كل شيء قرش الثور متعطش لدماء وخطير جدا لن يفوت فرصة تناول الطعام تعد المطاعم الساحلية أماكن جميلة لقضاء الوقت لكن هناك جانب سلبي غالبا ما ترتدها الحيوانات التي تريد سرقة الطعام ولباس إذا كان طير النورس لكن هنا جاء الدب للمطعم بالطبع كان على الضيوف أن يتفرقوا ويتركوا الطاولات حتى يختار الدب واحدة ويبدو أنه لم يعجبه شيء في الطابق الأول وذهب للطابق الثاني إلى الناس لكن لا تقلق فهو لم يلمسهم كان الدب فضوليا فقط أعجبتني الثقة التي كانت لدى ذلك الدب البني كان الأمر كما لو كان يعرف أين يذهب وماذا يريد وعلى العكس من ذلك فإن قريبه الشماري هذا غير متأكدا وفي شك انظر كيف يتردد ولا يستطيع القفز بالماء من الجانب يبدو الأمر مضحكا الدب يهز رأسه ويمشي ذهابا وإيابا ويقدر المسافة لكنه غير قادر على القفز كما لو أن الماء ليس على بعد بوساط بل على بعد عشرة أقدام لكن في النهاية أجرت دب جميع الحسابات الرياضية في رأسه وحسب المسار والمسافة ثم غاص أقترح عليك أن ترى هذا الكلب السعيد والمسترخي الذي يعرف بالضبط كيفية الاسترخاء عند السباحة أسفل النهر ستعثر على جذوع الأشجار والطين والصخور والأسماك والمزيد لكنك لا تتوقع إيجاد موض كبير بانتظارك وسط نهر هادئ أليس كذلك؟ ذكرني ذلك بالفيلة التي تغلق الطرق الإفريقية كان على السياح الانتظار للتقدم للأمام وهنا صدف موضا نشطا كانت تجري بسرعة في النهر وبدى الأمر غير عادي ومثير للدهشة إما أنها كانت ضحرة جدا أو أنه قد اكتسب قوى خارقة وتعلم الرقد على الباق أصيب أصحاب هذا المنزل بالصدمة عندما سمعوا ضجة أمام الشرفة في الصباح بعض آثار الأقدام وبرميلا مقلوبا وهكذا ربما اعتقدوا أنهم لصوص وبالتأكيد لم يتوقعوا أن يتسبب الموض بهذه الفوضى لكن هنا يتضيح كل شيء تقاتل الذكران أمام الشرفة مباشرة كان القتال بسبب أنثى كانت تشاهد من بعيد بذلك الوقت يقدر الركون على أشياء كثيرة مثلا يسرق الطعام عندما تسنح له الفرصة وأحيانا يسكر تماما كالناس هذه المخلوقات اللطيفة تحب المزلجة ألا تصدقني؟ أنظر بنفسك أنظر كيف تستمتع بوقت فراغها تم خلق هذه الظروف الرائعة في البلجة عندما تم أخذها يتيمة وهي صغيرة هنا سيستمتعون ويصبحون أقوى قبل إطلاقهم في البرية يعلم الجميع أن الببغاء بارع بتقليد صوت البشر ويمكنه التحدث للناس لكن هل تعلم أنه قادر أيضا على تقليد الألحان؟ هنا لدينا هذا المقلد اسمع هل عرفت هذه النغمة؟ إنها نغمة الآيفون الاعتيادية بالطبع غنى الببغاء على نحو غير منتظم لعدة مرات لكنه مقبول لأنه كان قادرا على مفاجأتنا بكل حال الغربان رائعة بتقليد الأصوات يمكنها التحدث أيضا ونبرتها تشبه نبرة الإنسان انظر بنفسك هذا ليس كل شيء كالبشر يمكنها أن تكون كريمة ومفيدة هنا كان غراب ينقر الخبز وفأر يتجول حوله أراد أن يأكل لكنه كان يخشى الاقتراب أكثر لاحظ الغراب هذا وأعطاه الطعام قبيل الفأر الهدية بكل سرور تدهشنا الطيور دائما في اللقطات التالية نرى السلوك الغريبة والمدهشة للديك الرومي شكلوا دائرة كاملة وبدأوا بالدوران حول جثة قطة متوفة هذه الرقصة تشبه طقوس الجنازة أليس كذلك؟ لكن قال العلماء شيئا آخر وفقا ليحدى القصص إنها مخلوقات ليست ذكية إذا يمكنها البدء بالدوران بمكانها تلحق بعضها دون سبب وفقا لقصة أخرى يمكن تفسير الظاهرة بالعلاقة التي نشأت أثناء التطور بين المفترس وفريسته المحتملة غالبا ما توضح الفريست أنها تدرك وجود المفترس وفي بعض الحالات يضطر المفترس لإيقاف سيده وأيضا يمكن أن يكون هذا السلوك كنوع من التحذير لغيرها لا أعرف عنك لكنني أفضل قصة الجنازة حتى لو كانت خاطئة تستطيع الكلاب فعل العديد كالتحكم بلوح التزلج مثلا شاهد كيف يتفوق هذا الكلب الرائع في الماء يقف بثقة تامة على اللوح وعندما يسقط عنه ينهض ويواصل رحلته بمفرده إنه لا يركب الأمواج العاتية لكنه ليس ضروريا على اللوح يركب الأمواج بأفضل بكثير من البشر أتستطيع التزلج؟ أخبرني بالتعليقات آمل أنه لم يكن يسبح بمنطقة كانت تعج بأسماك القرش هذا ما يبدو عليه الأمر عشرات القروش قبالة الشاطئ هل هذا مألوف لك؟ إذا لم يتم تصويرها فلن يصدق أحد أن هذه المخلوقات تجمعت بمجموعات ضخمة بالقرب من الشاطئ ليست مخيفة كثيرا كما قال المصور الذي صورها بواسطة الدرون إنها حقا غير مخيفة بسبب سلوكها الخجول تجاه الناس إنها لا تشكل خطرا علينا عالم الحيوان مدهش لأن أي مخلوق يمكن أن يصبح صديقا حميما هنا مثلا يمكن أن يصبح الكلب صديقا للديك يبدو هذا غريبا لكنه يحدث الديك دوق والراعي الأسترالي لها يحبان اللعب والاستمتاع ومطاردة بعضهما اضغط أعجبني إذا أعجبتك هذه الصداقة الغريبة وهنا صداقة أخرى رائعة أصبح القط أفضل صديقا لهذا الحصان على الرغم من أن الحصان أكبر بعشر مرات إلا أن هذا لا يمنعه من قضاء وقت ممتع مع القطة تلعب القطة قليلا وتعده ولكن بطريقة ودية ومحبة دون الرغبة بأثيته يحب القط أيضا النوم متكئا على فم الحصان الكبير بالتأكيد هذا تحالف رائع كما يقول المسارع هما سويا كل الوقت بالمناسبة أعتقد أن هذه القطة قد التقطت عادات قليلة جدا من الحصان والآن تركضها كذا والمزيد عن القطة هذه المفترسات الصغيرة تحب أن تجرب فريستها لأصحابها يمكن أن يكون فأرا أو شيئا ما أو ثعبانا صحيح إذا كنت في تايلاند وجدت هذه القطة ثعبانا في الشارع وقررت أن أفضل حل هو إدخالها إلى المنزل بالطبع أخافت الجميع لكنها أرادت المساعدة بتحضير العشاء بالحديث عن المساعدة انظر إلى شيري كأنها ربة منزل قررت السيدة نشر البساط على الأرض فساعدتها بنشاط أولا حاولت تمليس الطيات ثم ساعدت صاحبتها بتسوية أحد زوايا السجادة رائع أنه تم تصوير هذه اللقطة في هذه اللقطات نرى صورة أفريقية نموذجية يتم أكل جاموس جريح من قبل أسد اختار المفترس مكانا منعزلا حيث لا يمكن إيجاده لكنه قلل من الضباع الماكر بالتسلم في اللحظة التي رأى فيها أحد الضباع الأسد والجاموس نادى رفاقه وفي دقيقة آتى ما يقارب العشرة ضباع للمكان لقد ادعوا أنهم أرادوا مساعدة الجاموس لكنهم بدأوا بمضايقة الأسد محاولين عض ذيله في البداية لم يعرهم انتباهة لكن في النهاية فقد أعصابه وبسبب ذلك أفسدت شهيته وقف الأسد مع الضباع لفترة أطول ثم خادر كما اتضح لم ترغب في المساعدة إطلاقا عندما غادر الأسد استغلوا اللحظة وانقضوا بأكملهم على العملاق وقتلوه في النهاية أتعلم أن الجواميس الأفريقية لديها بصر سيء للغاية؟ يقيمون محيطهم بشكل أساسي من خلال حاسة الشم والسمع أحيانا لا يمكنها رؤية العدو حرفيا من مسافة قريبة لهذا السبب تحصل لحظات مضحكة كما هنا اختربت لبؤة من الجواميس وجلست في الأدغال ليست بعيدة عنها ذهب أحدها لمضغ العشب مباشرة قريبا من تلك الشجيرة وانتهى به الأمر على بعد مترين من اللبؤة ولكن حتى وقتها لم يرى المفترس لقد أدركت ما كان يحدث عندما نهضت اللبؤة وركضت نحوها مشتتة القطيع بأكمله إنها تحتاج بشكل عاجل إلى نظرات جيدة كانت العائلة بعطلة توقفت خارج المنزل وبدأت بالتفرير كما قالوا كانت أبواب السيارة مغلقة ولكنها غير مغفلة فعندما قدموا مرة أخرى للسيارة وجدوا الباب مفتوحا من فعلها؟ ربما لص ما بطريقة ما أجل لأن دبا دخل للسيارة كان يبحث عن أي طعام أو شيء لذيذ ليأكله كما يمكنك أن ترى فقد حصل على مراده بعد تناول القليل ذهب بطريقه وهنا لص مراوغ آخر نعم هذا الأختبوط هنا وفقا للغواص عندما رأى الأختبوط في قاع المحيط غاص في الأعماق وأراد التقاط صور له لكنه أحب الكاميرا لدرجة أنه أراد سرقتها بهدوء غطى الكاميرا بمجساته وأخفاها وكان على وشك السباحة بعيدا كما أخرج الحبرة لإربائك الغواص لكن هذا لا يعمل مع البشر بالطبع أخذ الغواص معداته بهدوء أشعر ببعض الأسف تجاه الأختبوط أراد أن يكون أول مدون فيديو في المحيط ببداية هذا الفيديو قد يفترض المرء أننا ننظر إلى طفل عادي يلعب في المكان لكن إنه قرد إنه لأمر مدهش كيف يبدو هذا القرد بملابسه كطفل من بعض الزبايا يبدو أيضا كطفل من حيث السلوك القرد متحمس حقا للمشي والثلج تماما كما يفعل الأطفال الصغار يتقلبون ويمرحون وحتى يتذوقون الثلج لقد حظي بيوم جيد هل تتذكروا في البداية عندما قرنت الموضة في النهر بفيل على الطريق؟ دعونا نلقي نظرة على الفيل على الطريق الأفريقي قريبة من السيارة البيضاء في هذه الحالات يبقى السائق في السيارة ويأمل أن لا يسحقه الفيل لكن هنا قرر عدم الانتظار ركض بعيدا إلى مكان ما في الغابة لم يكن يتوقع الفيل ذلك حتى أنه ابتعد قليلا عن السيارة ذهب الفيل إلى الغابة ليجد صديقه الجديد لكنهما فقد بعضهما ركض الرجل بسرعة إلى السيارة لا أظنه سيعود لأفريقيا وأخيرا أقترح إلقاء نظرة على بعض اللقطات الرائعة قد تبدو كتساقط الأوراق لكنها ليست كذلك نحن ننظر إلى سرب من الفراشات الملكية إنها جميلة جدا بحد ذاتها لكن هجرتها أكثر جمالا في أمريكا الشمالية تبدأ هذه الفراشات في الهجرة جنوبا في آب قبل السقيع الأول للتدفئة تهاجر في مجموعات كبيرة من الآلاف وعشرات الآلاف من الأفراد أثناء الهجرة والشتاء تتشبث الفراشات بالأشجار تماما وتستريح عليها لمواصلة الرحلة تهاجر لمسافة تزيد عن ثلاثة آلاف كيلو متر لا توجد فراشة قادرة على النجاة طوال الرحلة لذلك تبدأ بعض الفراشات في الهجرة والبعض الآخر من أحفادها تنهيها هذا مدهش لكنها بنفس الوقت محزنة قليلا حالات مخيفة مع الحيوانات في انتظاركم بعد ذلك كإحماء نبدأ من هذه اللقطة التي من المفترض أنها تم تصويرها في الأمازون يعج هذا النهر بالحيوانات الخطرة والغريبة من الواضح أن هذا أحدها يؤكد المصور أن الوحش كان حقيقيا شخصيا أستطيع تصديق ذلك ناظرا للاكتشافات الأخرى في الأمازون وهناك عدة دلائل على وجود الوحوش المروعة تحت الماء في أنحاء العالم وهنا أحدها لم يفعل المصور شيئا عندما هجم قاربه فجأة من الأسفل هذا الهجوم كان قويا كما نرى المدهش أن الشخص تمكن من البقاء واقفا ما كان هذا؟ يقال إنها كانت خراف البحر المرحة ربما ليست هي ولكن كائن غير معروف للعلم بدون مخلوقات غامضة يوجد ما يكفي من الوحوش في البحر هنا واحدة من أشهرها أسماك القرش بشكل أدق أسماك قرش الثور كما لو أن الغواصة وجد نفسه في وكرها في المركز كان هناك الكثير منها لدرجة أنه نجى بأعجوبة لم تهاجمه أي سمكة قرش في حالة قرش الثور إنه سحر حقيقي حسنا لا تجهد نفسك في هذه الحلقة ستجد ليس فقط قصصا مخيفة هناك أيضا لحظات ممتعة ومضحكة هنا مثلا خرجت الكلاب بنزهة ولكن أغلق الباب من الجيد أنها رأت كيف يقرع الجرس طرق هذا الكلب الذكي الباب ولم يفتحه أحد ربما نسي الناس أمر حيواناتهم وكانوا بالخارج يجب على الكلاب تعلم ليس فقط استخدام الجرس بل المفاتيح أيضا فقد تخيل نستيقظ صباحا وتذهب إلى سيارتك عندما ترى فجة زجاجها مكسورا وإطارها منحنيا لا بد أن أحدهم كان يريد الدخول من كان هذا؟ سارق سيارة؟ أم مشاغبين في الليل؟ هناك نظرية أخرى كان دب بالضبط هذا الدب انظر كيف قررت أنثى الدب سرقة السيارة مع الأجبال وحرفيا أخرجت النافذة ثم دخلت للداخل لكنها غيرت رأيها وقررت عدم سرقة السيارة لا بد أنها لا تعرف كيفية القيادة لهذا النوع من السيارات من الجيد أن كل هذا كان مصورا وإلا فإن شركة التأمين لن تصدق ذلك غالبا ما تدخل الدبابة للسيارات هنا لم يكن يجب كسر النافذة وكان الباب مفتوحا دخل الدب الفضلي للسيارة وجلس أتت صاحبة السيارة ولم تفهم سبب فتح الباب وسرعان ما توضح كل ما حدث تركت الفتاة التفاح وخافت وهربت فهورا لكن لا يمكننا قول من كان أكثر خوفا لقد صدمت دب أيضا في النهاية قرر أن يأخذ تفاحتين ليخفف من التوتر إن طاف على الماء أمر رائع لا تحتاج إلى معدات فقط قارب وحبل تتصل بالمياه بشكل كبير لدرجة حتى الأسماك تعتقد أنك تنتمي للماء مثلا قرر قرش الثوري هذا أن يرحب بالرياضي وقدم له مصافحة بذيله ليكن أقل وقاحا كان محظوظا لأن القرش لم يصطدم به وإلا ذلك سيصل لنهاية سيئة لقد اعتدنا على حقيقة أن الدبابة البيضاء حيوانات مائلة وتجسد قوة الشمال لكن الرومانسية والجمال ليست غريبة على هذه الحيوانات شاهد هذا اللطيف هذا الدب القطبي يرقد في حقل الزهور هذه لحظة مفاجئة حقا لم أكن أعرف أن الدبابة تحب الزهور يمكننا رؤيتها تسبح ليس بين الجليد الطافي بل في مكان كهذا مثلا في الواقع صور هذا في خليج هيدسون بكندا وليس في السماء الجنوبية في الواقع ليس معتادا رؤية دب أبيض محاط بالجليد صحيح؟ ليس فقط الأطفال من يحبون لعبة الالتقاط كذلك الحيوانات وحيوانات مختلفة يمكنها أن تلعب هنا يمكننا رؤية كلب مع حصان قال الكلب للحصان إنه دورك لذلك بدأ الحصان بالمطاردة كان الكلب يتعرج لذا لا يجب أن يكون في المقدمة من المرجح أن يستسلم الحصان الأحصنة أسرع من الكلاب يحب البعض لعب الالتقاط بينما البعض الآخر يحب شيئا آخر أنشأت هذه الدببة منتزها صغيرا في الفناء الخلفي للناس قررت دبو أن يتأرجح ثم انضم إلى أخوته على الترامبولين لم تفهم بعد ذلك مبدأ عملها لهذا لم تخفز عليها بل كانت تقاتل لم يحدث شيء بعض زيارات أخرى وستتعلم القفز مثل الفنانين الحقيقيين ستبهر الناس بتأكيد كما فعل صغير هذا الفيل إنه نجم حقيقي شاهد كيف يرقص أمام الجمهور من الواضح أنه يحب أن ينظر الناس إليه كما أن الأمة سعيدة لأن صغيرها يحظى بشعبية كبيرة إنها لا تعالض المهتمين به لكنها تأخذ حذرها احتياطا ربما لمنعهم من مطالبة الراقص الصغير بالتوقيع كما ترى لقد استرخيت بهذه المقاطع اللطيفة والمضحكة إذن شاهد هذا هل توقعت أن يهاجمك العنكبوت بشكل غير متوقع؟ ذلك مروع يا لها من صلحفات جميلة إنها بالتأكيد غير ضارة أليس كذلك؟ حسناً لم يكن ضرورياً المهاجمة فجأة يمكنها قول إنها ليست شائعة بالمناسبة هذه الصلحفات النهاشة الشائعة وتعرف أيضاً بالعض الآن فهمت لماذا؟ هذه الصلحف خطيرة وليست لطيفة بأي شكل من المثير ما إذا كان سيتم تغريم الرجل لأنه قام بتمشية حيوانه؟ استناداً للقانون الأمر ليس كذلك غالباً لن يجرأ أحد على الاقتراب هذه القطة تقرر بنفسها إن تمشي أرب من الأسر حسناً عندما يمر أرنب من القطبان يكون الأمر لطيفاً ماذا لو فعل قاطور خطير وكبير نفس الشيء؟ ذلك أيضاً يحدث تم وضع هذا العملاق خصيصاً في القفص بسياج معدني صلب ولكن تبين أنه ليس بهذه الصلابة درس القطور البناء فوجد قسماً ضعيفاً فابتعد وكسر القطوان الفولدية وحاول الهرب حاول رجل إيقافه لكنه لم يتمكن من فعل شيء لذلك تمت إعادة الزاحف إلى الحرية كان هذا القطور عبقري وكان من الإفلات ببراعة لكن لم يكن ذكياً مثل هذا الراكون كنا نظن أن هذه المخلوقات ليست ألمع حيوان وكل ما يمكنها فعله سلقة الطعام والعلف وما إلى ذلك لكن انظر إلى هذا الراكون يعلم أن هناك شيء ما في هذه الزجاجة لهذا يقوم بإفراغها لفحص محتوياتها بطبع هذا الراكون أليف تم تعليمه كيفية القيام بذلك مع ذلك هذا مفاجئ يجب أن يكون الجنود شجعاناً للدفاع عن الناس أحياناً لا يخافون من القتال ضد عدوهم والتعرض للهجوم لكن إنهم خائفون من الإواز ذهبت هذه الإوازة ضد الجيش بأكمله وقلبت جنديهم وعلى البقية أن يبتعدوا من يدري يجب عليهم قبول الضابط المشنح في كتيبتهم ما هي الحيوانات التي تدخل للمنزل؟ الدب؟ الراكون؟ ماذا عن الخفاش؟ نادراً ولكن يحدث ذلك وجد الناس خفاشاً صغيراً في منزلهم كان دخيلاً ولهذا قرروا طرده بعيداً تمكن الماسك من إصابته في المحاولة الأولى بعد ذلك تم إطلاق صراحه الغربان مخلوقات ذكية إنها تعرف حتى ما هي النقطة انظر كيف تلعب الطيور الحيل مع الأرانب تضايقه ولكن لا يسبب أي ضرر من الأرجح أن الطائرة يحاول الوصول إليه هكذا لا أفهم تماماً لأي غرض بالضبط ربما كان الغراب في مزاج المرح ربما كان صديقين إذن كل شيء سيتوضح على أي حال الصداقة بين حيوانات مختلفة ليست ناجرة هنا مثلاً يتوافق هذا الخنزير الضخم مع باندا بشكل جيد مع أشبال الماعز إنها تلعب معه وتتسلق على ظهره وتقضي وقتاً ممتعاً يدرك باندا أن أشبال الماعز صغيرة ونشطة ولهذا لا يغضب منها هكذا تولد الصداقة الحيوانية قام الكلب والحصان بتكوين صداقة عبر السياج ولأغراض أمنية لم يسمح لها باللعب لكن ذلك لم يمنعها من الرغض معاً حتى عندما يفصلها السياج عن بعضها البعض لو كنت مكان الناس لسمحت للكلب بالدخول انظر إلى ارتباط الحصان به بالطبع الحيوان لن يسبب أي ضرار لصديقه الجديد وقد توجد صداقة أيضاً بين الحيوان البري والإنسان أحب هذا الأغطبوط الغواصة وبدلته لدرجة أن الرخويات التسقت بيدي هذا الرجل ولم تتركه أبداً لكن بعد ثانية واحدة انزعج الأغطبوط من شيء ما وترك وراءه سحابة سوداء لتضليل الجاني لهذا يمكننا أن نقول إن الصداقة كانت قصيرة تخيل أنك تقترب من ستاربيكس وترى هذا الطابور غير المعتاد تجمعت مجموعة كاملة من الموضي في موقف للسيارات قرب ستاربيكس ماذا كانت تفعل؟ هل شعرت بنعاسي وبحاجة ماسة لتعزيز طاقتها؟ أو هل أتت لمقابلة عمل؟ بهذه الحالة كان يفترض أن يتم رفضها الغوص مثير للاهتمام يمكنك رؤية المناظر الطبيعية تحت الماء أو تلقي نظرة على الأسماك أو تصطدم بتمساح يطالدك واجه هذا المصور تمساح المياه المالحة الخطير هذه الحيوانات عدوانية جدا لحسن حظ الرجل أنه لم يتأذى صحيح على الرغم من أن لقاء التمساح تحت الماء أمر مزعش حقا إلا أنه متوقع أما بالنسبة للفهد يمكنه مطاردتك أينما يمكنه حتى قرب منزلك كما حدث في الفيديو التالي حدقوا في بعضهم طويلا أكثر من مدة الفيديو الأصلي لحسن الحظ لم يحظف شيء سوى التحديق لم يحاول الفهد اقتحام المنزل بالقوة وهذا هو الشيء لها يقول العلماء إن الدمبة ليست خطيرة كما كنا نعتقد لا أعرف ذلك لكن بعد مشاهدتي هذا لا أعتقد ذلك لقد كان ذلك دب أشيب عدواني هذا الاعتداء بدأ مخيفا هذا آخر ما يمكن للضحية رؤيته من قال إن وسائل النقل مصممة فقط للناس والحيوانات تستخدمها هذا ما يعتقدها هذا الخنزير انتظر الحافلة الصحيحة في المحطة وعندما أتت صعد عليها الخنزير وصاحبه والمدهش إذا كان سيدفع الأجراء ليس واضحا لماذا قرر الببغاء أن يتغذى على اطلاء العجلة لدي سؤال واحد هل يعتقد أنه صالح للأكل؟ فكيف نفسر ذلك الحدث؟ هل لديك تفسير لهذا السلوك؟ أخبرني رأيك حول هذا في التعليقات إن دلافين تعتبر ذكية ولطيفة لا يمكن الجدل بأنها ذكية للغاية لكن هل هي طيبة؟ هل شككت في ذلك؟ على الأقل أثبت هذا الدلفين أن الدلافين قد تتصرف بشكل سيء تجاه الناس قام أحدها ببساطة بضرب فتاة دون سبب واضح كما أن ذلك حدث على الشاطئ أنظر كيف تدخل كلبها بالأمر لن يتسامح مع هذه المعاملة مع صاحبته أتتذكر تلك السلحفات النهاشة؟ أعتقد أنك تجاوزت تلك الخطة لذا وهذه عضادة أخرى تخيل أنك تغطص وأول شيء يمكنك رؤيته هو هذا الزاحف هنا كان كل شيء على ما يرام دون أي اعتداءات أو عضات هذا أمر جيد هذه السلحف لها فكين وحشيين لذلك قد ينتهي هذا اللقاء إن لم يكن بشكل مأساوي بل مزعج لا نعرف ما تفكر به الحيوانات وما إن خرج هذا الرجل من أبواب منزله حتى صدم به غزال وأسقطه أرضا؟ أتساءل لما كان ذلك؟ بعد كل شيء لم يزعجه الرجل ولم يهدده بدلا من ذلك يمكنك فهم سلوك هذا الدب اجتم هذا الدب الأسود الأمريكي شيئا لذيذا في مطبخ هذين الزوجين وقرر الدخول حاول الرجل طرده مصدرا أصواتا عالية بداية بدأ لم ينجح على الأقل بقي الدب في الخارج ولم يفعل شيئا وسرعا ما تصرف الحيوان وكسر النافذة خاف الناس وصعدوا للأعلى لكن من المعتاد أن يصبح الدب أكثر خوفا لذلك لم يدخل للمنزل وقام بالركض تمنحك الدببة الكثير من المشاعر خاصة عندما ترقص قرر هذا أن يمارس رقصة العمود في البداية فاشل بفعلها جيدا لكنه غير الوضع للأفضل لاحقا وأدى تلك الرقصة العاطفية هذا مستحيل هكذا تخدش الدببة ظهورها على أي حال هذا يبدو كالرقص هل تعرف الشعور عندما تقف في المياه الضحلة وظهرك مدارا والموجة قادمة؟ ولا تعرف حجمها؟ هذا لا يحدث مع البشر فقط وكذلك الحيوانات هنا نزلت الموجة على البطاريق لقد اعتادت هذه المخلوقات على الأمواج والجليد والجو القاسي لكن يمكن أيضا مفاجأتها على حين غرها من الخارج يبدو أن الرجل يصور فرس النهر الذي توفي منذ بعض الوقت لا تقلق هذا ليس صحيحا في الواقع لابد أن الفرس يأخذ قيلولة عندما ينام في الماء غالبا ما يأخذ قيلولة وليس نوما ثقيلا إنه بحاجة للصعود للصفح كل ثلاثة لخمس دقائق للتنفس وهذا ما حدث في هذا الفيديو أحد ما يفضل النوم في الماء بينما الآخر يفضل النوم على الأشجار وهذه الميزة الغريبة والمهمة للغاية في الماعز الغربي يتسلق بسهولة الأشجار لأجل الطعام الأوراق والفواكه لديه وظيفة التوازن الخلقي يمكنه الوقوف طويلا وعدم السقوط وهناك أماكن سياحية مميزة يمكنك زيارتها لمشاهدة تلك الظاهرة هذه الظاهرة لن ألاحظها مباشرة أعني قدرة التمسيح على التنكر هذه الحيوانات تبقي نفسها في المستنقع وتستلقي بلا حراك كما لو تنتظر ضحية مغطاة بالطين والوحل تندمج مع المستنقع وتجعل من الصعب اكتشافها لهذا تعتبر مستنقعة فلوريدا التي تسكنها التمسيح من الأماكن الخطيرة ماذا تفعل إذا كان لديك قمامة ولكن عمال النظافة لن يأخذوها يمكنك استدعاء الدب الأسود ويقوم بهذه المهمة انتزع هذا الدب بعض أكياس القمامة لم يتم تنظيف المنزل على أي حال كان مهتما فقط إذا كان هناك شيء لذيذ على أي حال فقد تمكن من التنظيف ولو جزئيا نعود للدب الأسود الأمريكي مجددا هذه المرة ينضم لحفلة ما في منزل توقع الناس حدوث هذا لذا قاموا بتسييج المبنى هل أنت جاد؟ هل يمكن لمثل هذا الباب أن يوقف الدب؟ لا أحد يعرف ماذا حدث على أي حال أتمنى أن يكون الحيوان قد انضم للحفلة ولم يؤذي أحد نجأ هذا الغواص من تجربة مرويعة حقا عندما رأى سمكة الرأي تلك العملاقة تتحرك باتجاهه وتبعتها أخرى كما كان لديها قرون طويلة وحدة وهذا مخيف لكن لا داعي للخوف إذا كنت تعرف مع من تتعامل إن أسماك شيطان البحر العملاقة غير ضارة تمامة للناس على الرغم من حجمها الضخم انظروا هذه ميل مان ومارتي من مدغشقر بعد المغامرات عادت لحديقة الحيوان صداقتهما لم تنتهي من الجميل أن تتناغم هذه الحيوانات مع بعضها ليس فقط في الكرتون بل في الواقع أيضا يحب الكثيرون حمامات الشمس وأشيعتها بما فيها التمسيح يحق لها أيضا تدفئة جسمها على الرصيف الذي يزوره العديد من الأشخاص وهذا التمساح حاول أن لا يزعج أحد حتى أنه لم يستلقي وسط الطريق بل على حافته تارك المساحة كبيرة للمرور إلا أنه من غير المحتمل أن يتجول الشخص ما هناك مع وجود هذا المفترس الخطير بالقرب كما نعلم فإن الجريفين يأكل الجياف وهذا يعني أنه غير مهتم بالكائنات الحية صحيح؟ هذا صحيح هذا ليس صحيح أنت مآمن أحيانا يمكن لأكلة الجياف مهاشمة الناس ليس لطيفا أن يطير العملاق باتجاهك إن الديوك حالة مختلفة لا يجب أن تنظر أي عدوان منها لأنها ليست مخيفة مع ذلك أحيانا يمكنها إظهار قوتها بدأت فتاة في طرد هذا الديك لسبب ما وبالتالي قرر إبعادها لحماية نفسه والبيت الخاص به يحدث أن الحيوانات وكذلك البشر لديها أو ليس لديها ما تحاول فعله وجدت هذه القضاعة طريقة مثيرة بدأت تلعب بالحجر تستلقي على ظهرها وتضع عليها حجرا وتتحكم به حتى لا يسقط من عليها ما رأيك بهذا؟ هذا المشهد ساحر للغاية ومخيف في نفس الوقت على الأقل بالنسبة لي هذا الثعبان آكل البيض قادر على تنويمنا بحركاته يبدو غريبا للغاية لكن الشيء الأهم هو عدم الاقتراب من الثعبان إذا رأيته بنفسك هكذا يظهر هذا الزاحف استعداده للهجوم وحماية نفسه علاوة لا يشكل الثعبان خطرا ينتمي لثعابين الماء ويتغذى حصريا على بعيد الطيور ومن هنا يأتي اسمه هذا هذا الثعبان أكبر إنه أكبر بكثير ولكن هذا لا يمنع الصغير من اللاعب به يدحرج نفسه على ثعبان ضخم ويجعل نفسه مرتاحا كما يسمح له باللعب برأسه أيضا هذا الثعبان صبور للغاية إنه أكثر ذكاء ويدرك أن هذا مجرد طفل وأنه من غير المقبول مهاجمته فالطفل يستكشف العالم فقط سأخبرك الآن عن مشاجرات الحيوانات الرائعة أعتقد أنه لم يكن من الممكن رؤيته عام 2017 تخلى رجل سويسري عن حياة المدينة وقرر فتح ملجأه حيث بدأ في رعاية الأسود والقروض والضباع التي عانت بسبب الصيادين لا أعرف نوع العلاقة التي تربطه بها لكنه وجد أرضية مشتركة مع الأسود في هذا الفيديو كان الرجل جالسا بجانب شجرة ويستريح خطط الأسد الذي لم يكن يعلم بوجود الكاميرا للزحف دون أن يلاحظه أحد وإخافة صديقه وهذا ما كان الأمر عليه قبل لحظات من الاندفاع الأخير تلقى الأسد إشارة تحذير من مالكه مما أجبره على كبح شماح مزاجه والدخول في وضع العناء كما أوضح الرجل لاحقا لم يكن الأسد يخطط لمهاجمته هذه لعبتهما مع ذلك سأكون أحرص إذا كنت مكانه بعد كل شيء هذه الحيوانات لها نفس أسلوب الصيد تزحف تجاه فرائسها من الخلف وتهاجمها من الأعلى وتعد رقبتها وبالتالي تسقط الفريسة وتحرمها من الحركة في أكثر من نصف هذه اللاجمات كان الصيد ناجحا لا تجري الأسود مسافات طويلة بسبب خصائصها الفيزيولوجية فهي تملك قلبا صغيرا وضعيفا بالنسبة لجسمها العضلية الكبير هل السمكة تعد؟ أعتقد أنه مع هذا السؤال جاء هذا الدب لزيارة الصياد وفقا للرجل فإنه يستريح في هذا المكان دائما ولم يرى دبا من قبل هنا في ذلك اليوم لاحظ مصور الفيديو من زاوية عينه كيف خرج دب من العشب بصمت تام يبدو كأنه كان يتسلل وبمجرد أن لوحظ لم يكن لديه خيار سوى لاعب دور الضيف الذي يريد أن يسأل عما إذا كانت السمكة تعد أو لا لس أن تكون قطة أمر جيد خاصة إذا كان لديك منزل وأصحاب المحبة ثم يتم إطعامك باستمرار واحتضانك وأخذك للتنسف ووضعك في سرير دافئ ولا يتطلب منك شيئا عمليا بشكل عام إنها المتعة الخالصة لكن هناك أيضا مواقف عندما يقتحم ضيف مجنون هذه الحياة الخاصة ويخطط لسرقة ما هو لك وفقا لمصور الفيديو أعطوا قطتهم بعض الدجاج المقلي ودعوها تخرج إلى الخارج حتى تتمكن من التجول بقدر ما تريد وبمجرد أن تجوع يمكن أن تأتي وتأخذ الطعام كما ترون لقد حانت هذه اللحظة ولكن بعد ذلك تسلل ممثل آخر للحيوانات إلى كرة الفرو هذه من الزاوية بالكلمات ما هذا دجاجة صحيح لمس الركون بإخلب القط بما أثار مبارسة كانت قصيرة لكنها مشرقة بمناولة خادعة تجاوز الحيوان البريو خصمه ووصل إلى الوعاء وأمسك به وذهب بعيدا بكرامة قفزت القطة لرؤية الضيف كما ينبغي لمالك المنزل المهذب لكنها غيرت رأيها ربما شعرت بالإهانة بسبب مفاجأة الزيارة أو خف حماسها لأن السارقة حصل على القشرة فقط لقد فقد كل شيء أثناء السارقة الحيوانات البرية لا تهاجم القطة فحسب بل البشر أيضا خاصة في أستراليا كان الرجل في الفيديو جالسا بسلام على شرفة منزله يشاهد شيئا ما على جهازه ويستمتع باليوم الدافئ لكن دون أن يدرك ذلك كان يقترب من التعرض لهجوم ثعبان خطير تسلل إليه بصمت مفكرا في لحظة اللدغة وهكذا عندما كان الزاحف تحت كرسي الرجل مباشرة أثر شيء ما على قراره وسرعان ما ذهب بعيدا عنه عندما تغيرت وطيرة الحركة لاحظه الرجل بالطبع وابتعد بسرعة أتساءل ما الذي أخاف الثعبان كثيرا ولأي غرض زحف بكل ثقة تحت كرسي الرجل أخبرني في التعليقات الفضول ليس فضيلة القصة التالية حدثت في بلدة كوبورغ الكندية في منتصف الليل مباشرة سجلت كاميرا مراقبة مواجهة غير عادية بين بومة وثعلم كان الثعلم مهتما جدا بالبومة لدرجة أنه ظل يحاول الاقتراب منها ليجتمها ويرى ما هي بالرغم يبدو لي أن كلاهما كان مهتمان ببعضهما البعض أرادت البومة التعرف على الثعلم بشكل أفضل مع ذلك أدى الحذر المفرط لفصلهما وواصل كل منهما حياته سأعرض لكم الآن حالات عن العناكب من الأفضل ألا تشاهدوها بمفردكم مفاجأة كيندر العناكب الذئبية هي بالضبط تلك المخلوقات التي لا يرغب أحد في أن يكون له أي شيء مشترك معها يوجد أكثر من ألفين نوع منها في العالم وجميعها مخيفة بشكل لا يصدق خذ على سبيل المثال رغبتها في الإنجاب الأم في أي حال من الأحوال لا تتخلى عن صغارها فهي لا تحتاج هذا بعد الفقس يسعد الصغار على الفور على ظهر الأم وتتدلى أرجلها ويترك الفرخ الأول شبكة من الشرنقة على ظهر الأم حيث يتسلق عليها الآخرون وحتى لا تذوب العناكب فإنها لا تنزل إلى الأرض ولا تمنح أمها السلام ومع ذلك فإنها لا تطلب الطعام قد تبدو هذه العلاقة الأسرية مثالية لكنها ليست كذلك بمجرد أن تكبر العناكب تنزل عن ظهر أمها وتغادر المنزل للأبد هذا على الرغم من أن الأم تفقد ما يصل لثلاثين بالمئة من وزن جسمها خلال الوقت الذي تقضيه مع الشرنقة تحت الشمس هكذا تبدو هذه العناكب قاسية حقا ومن الأفضل عدم لمسها مظهر هذه المخلوقات مألوف لدى الجميع عبارة عن جسم صغير وأرجل رفيعة عملاقة في بعض الأفراد يصل طولها إلى خمسة سنتيمترات وهو أكبر بعشرين مرة من الجسم يمكنك العثور على هذه المخلوقات في كل مكان تقريبا في الكهوف وفي بعض الجحور بشكل عام حيث يوجد ضوء أقل ورطوبة أكثر أوه نعم كيف يمكنني أن أنسى مكان اختبائه الرئيسي المفضل وهو منزل بشري لقد أصبحت هذه المخلوقات الرفيقة الأبدية للبشر ومعا انتشرت في جميع أنحاء العالم الأمر لك لتقرر ما إذا كان هذا جيدا أم سيا من ناحية فإن الزيادة في عادة هذه العائلات العنكبوتية لا تعني شيئا جيدا ومن ناحية أخرى فهي تساعد على تقليل عدد المفصليات الأخرى التي ربما تكون أخطر غالبا ما يفترس عن كبوت القوي أقاربه ويقودها إلى منازله ويلفها في جبكاته الخاصة تقتل هذه العناكب أيضا سكانها ولكن فقط في الحالات التي تكون فيها جائعة جدا غالبا ما تحل هذه العناكب جميع النزاعات بطريقة مهذبة من خلال المبارسة القاعدة الأساسية هي عدم العض وعدم استخدام خيوط العنكبوت إذا كنت تعتقد أنك تستطيع الاختباء من العناكب في الماء فأنت مخطئ بشدة لأنه كما تضح مؤخرا هناك عناكب بحرية وهناك عدد لا بأس به يوجد اليوم أكثر من ألف ومائتي نوع منها كل الأنواع مختلفة تماما وتعيش في أماكن محددة وتمارس أنشطة معينة في المياه الضحلة ستواجه أفراد صغار وبسيطة وهو لن يفاجئك لكن إذا كنت تسبح في الأعماق فهنا تبدأ الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام يمكن أن يصل طول أرجل بعض ممثلي هذا النوع إلى خمسين سنتيمترا أسوأ ما في هذه القصة هو أنه باستثناء الأرجل لا تملك العناكب أي شيء آخر وقد أدى هذا لظهور عدد من الظواهر الغريبة لا توجد أمعاء في أجسادها فحسب بل إنها تمتد إلى أسفل أرجلها إن هضم الطعام في الأطراف أمر فريد في عالم الحيوان لكن هذا ليس كل شيء العناكب لا تتوقف أبدا عن الدهشة فهي تتنفس أيضا من خلال أرجلها وتمتلك في أطرافها ثقوبا خاصة يتم إثراء دم العنكبوت بالأكسجين وبفضل تقلص الأمعاء الموجودة في الساقين يدور الأكسجين عبر الجسم الشيء الجيد الوحيد هو أن عناكب البحر لا تهجم البشر لأنني سبق أن تخيلت مشهدا من أحد أفلام الخيال العلمي عندما يبتلع عنكبوت عملاق رجلا برجليه كابوس يبدو لي أن الكثير قد سمحوا بإمكانية التعرض للهجوم أثناء النوم البعود وبعض الوحوش الخيالية إذا كنا نتحدث عن الأطفال أو العناكب إذا كنا نتحدث عن البالغين لهذا السبب لا أذهب للتخييم لا أعرف أي من وحوش الغابة سينزل من الأشجار في الليل انتظر يبدو أنه حتى في المنزل ليس الوضع آمنا في هذا الفيديو كانت طفلة صغيرة تستريح بسلام في سريرها وتستمتع بنومها بينما كان عنكبوت عملاق ومرعب يتدلى فوق رأسها نزل هذا العكبوت الرهيب إلى الفتاة الصغيرة على شبكته القوية والعنيدة اعتقدت أن هذا كل شيء لكن شيء فضيع على وشك الحدوث لكن لحسن الحظ سار كل شيء على ما يرام وبقيت الفتاة سالمة آمل أن لا تشاهد هذه اللقطات وإلا ستصاب برهاب العناكب مدى الحياة بعد القصة مع الصغيرة افحص شقتك ونظفها وتأكد من عدم وجود أي ضيوف غير مدعوين قد تجد نفسك تشارك المنزل مع أصدقاء جدد كهذا في الفيديو والمضحك أنه لا يمكن قول أي شيء لهؤلاء الجيران إن طردها أمر مخيف نوعا ما ولا يستطيع الناس قتلها أيضا لقد قيل لنا ذلك منذ الطفولة ماذا يفعل أخبرني في التعليقات حيوان أليف عادة ما يطلب الأطفال من والديهم قطة أو كلبا عندما يكبرون إذا لم تتحقق رغبتهم قد يأخذون حيوانا ضلا من الشارع وإذا كان رد فعل بعض الأباء سلبيا تجاه هذا فمن الأفضل أن تفعل هذه الطريقة بدلا من أن تكون هذه القصة لاحظ رجل أسترالي وجود عن كبوت صياد عملاق يستقر في منزله وبدلا من الاتصال بالخدمة أو التعامل مع المشكلة شخصيا تركه الرجل معه أطلق عليه اسم شارلوت وظل يراقبه لأكثر من عام خلال تلك الفترة كاميرا المفصلي إلى حجم لا يصدق وفقا لأحباء الرجل فإنهم يجدون الراحة في حقيقة أنه يتغذى على جميع السلاصير وغيرها من الأشياء السيئة غير المرغوب بها في المنزل كما تعلم أحيانا يكون من الأفضل حقا قبول ظروفك كان العنكبوت من قصة السابقة ساما وهذا ليس هو الحال مع هذا المفصلي ظهر في منزل الناس بشكل عشوائي ولم يسمه أحد والأسوأ أن الناس بدأوا في الذعر بشكل لا يصدق بسببه الآن لديهم عنكبوت صغير وبسيط ورجل كبير وذكي يتصرف كالأطفال يقول إنه لن يعيش هنا حتى يقبض على العنكبوت وهو على استعداد للعيش على الخزانة لتجنب هذا الشر الحي برغم أنه من السهل الحكم على تصرفات الناس من السهل قول فقط اذهب وأمسكه ما الذي تخاف منه لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل شيء كهذا يحدث كان الرجل يرش نوعا من المنتجات على المفصلي واعتقد أنه على وشك أن يفقد قوته لكنني أعتقد أن ذلك أغضب العنكبوت لقد جمع نفسه معا وقفز بأقصى ما يستطيع على الرجل كيف امتلك تلك الطاقة للقيام بذلك؟ حسنا لقد اكتفيت من الخوف الآن ألقي نظرة على أندر العناكب وأكثرها غرابة في العالم استمر في المشاهدة سيكون الأمر مثيرا للاهتمام لنبدأ مع طاوس الرتيلاء يمكن أن يطلق عليها بثقة واحدة من أجمل وأندر الرتيلاء حلم أغلب الجامعين هو وجود هذا النوع في مجموعتهم واحدة من السمات الرئيسية للأنواع هي الغياب التام للشعر المزعج ولا هذا لا يعني أنها هادئة وسليمة على العكس فإن هذه الرتيلاء عصبية وعدوانية وسريعة وهي تمتلك أحد أكثر السموم سمية بين الرتيلاء في عائلتها وبين جميع العناكب بشكل عام ما رأيك في هذا المفصل؟ أخبرني في التعليقات أعتقد أنه لو كانت قصة هاريبوتر حقيقية فربما كان ذلك العنكبوت العملاق المسمى إيروغوغ يبدو هكذا عندما كان صغيرا ولكن لما لم نسمع عنه وهو كبير الحقيقة هي أن إيروغوغ من العالم الحقيقي لا يريد ذلك من أجل الحصول على بعض الخصوصية والابتعاد عن صخب المدينة استقر عنكبوت هيترابودا ماكسيما وهو هذا اسمه العلمي خصيصا في أعماقه في لاوس وقد تعاملت هذه الأنواع بشكل رائع مع التموية واختبأت بمهارة لدرجة أننا لم نعرف عنها إلا في عام 2001 هذا على الرغم من حقيقة أن هذا العنكبوت يمكن أن يصل طول ساقه الواحدة إلى 30 سنتيمترا من الجيد معرفة أن سمه غير خطر علينا ومن ناحية أخرى فإن سكان الكهوف أقل حظا يتضمن النظام الغذائي لهذا العنكبوت كل ما يسحف ويخفز ويظير ضمن حجمه ومدى وصوله توجد في أطراف ساقه آليات خاصة تكتشف تحركات الكائنات من حوله أدنى اهتزاز وسيتم القبض على الفريسة فورا عنكبوت الباب المسحور انظر لقد رأيت وتوقعت كل أنواع الأشياء لكن هذا العنكبوت غير عادي هذا شيء جديد تعرف على سايكلوكازميا عنكبوت مفصلي ذو بطن مقطوع من الخلف يوجد عليه أنماط وشعر شائك ومن هنا جاءت أسماؤه عنكبوت الطباعة عنكبوت الباب المسحور عنكبوت العملة المعدنية وعنكبوت الباب المسحور للأموال من الصعب جدا العثور عليه في الحياة لأنه يحب التربة الرملية والطينية حيث يكون مناسبا حفر الجحور العمودية بعمق من 7 إلى 15 سنتيمترا تتسلق العناكب بداخلها بحيث يغلق البطن المدخل مثل غطاء فتحة التفتيش هذه العملية تسمى فرق موسيس يتم سحب خيوط العنكبوت من الجحر المغطى بالرمال والأوساخ وهكذا فإن قاطع الطرق هذا ينتظر فرائسه وفرائسه حيوانات صغيرة أدنى من الصياد من حيث الحجم هذا كل شيء أخبرني في التعليقات أنت خايف من العناكب شكرا للمشاهدة وراكم لاحقا